لانتخاب المحافظ ورئيس المجلس لعدم اكتمال النصاب القانوني وسط أجواء مشحونة وإجراءات أمنية مشددة تشهدها المحافظة وحضر الجرسة ثمانية أعضاء فقط فيما امتنع الآخرون عن الحضور وكان مجلس محافظة البصرة قد دعا لعقد جرسة اختيار المحافظ ونائبه بعد أقل من 24 ساعة على إغلاق باب الترشيح لمنصب المحافظ على الرغم من مقاطعة عدد من الكتل السياسية للجلسة